تفضل الشيخ أنوصلنا إلى أدومكم إلى المدينة واتقائكم بالعلماء والطلب عليهم نريد ما بعد هذه المرحلة نعم تفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدينة أما بعد فالجواب على ما سؤد عنه الآن وهو كيف وجدت بعض الشيوخ الذين أخذت عنهم وماذا وجدت فيهم وما هي أخلاق أو ميزة بعضهم في العلم فالجواب عن هذا أن الشيوخ للملازمة هم الذين أثروا في كثيرا من القسم الآخر من الشيوخ وهم شيوخ الاستفادة والسماء فالشيوخ الملازمة فلاذا الأول شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيتي كما تقدمت الإشارة لي نعم وهذا الرجل قد تأثرت به كما سبقت الإشارة لهذا أولا من جهة معرفته للعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة وتقريره لها تقريرا بالجمع بين عقيدة الأشاعر وغير الأشاعر وهد المعتزلة إذا أراد أن يبين المسألة في العقيدة الأهل السنة يأتي بما قال فيها أهل الإعتزال وأهل التمشع ثم ينتهي إلى عقيدة أهل السنة فيبين قوتها وصحتها ويسوق الأدلة على ذلك سوقا ويضرب الأمثال وما إلى ذلك فهذا من هذه الناهية هذه الناهية في الشيخ الأمين لا توجد في في الشيخين بالملازمة بعده بالنسبة لكلام في العقيدة رأيت فالشيخ كان يبين هذا كثيرا وأتأثرت منه كثيرا كما سبقا قلنا لأنه هو الذي زكاه للشيخ من البلاد وكان الشيخ هذا أشعريا فهو زكى الأمين فهو الأمين لما وصلت وجبته ينتقد وبل ينقض ما كان عليه شيخي في البلاد من هذه العقيدة الأشعرية فاستاد التعلق بالشيخ الأمين في بيان أقيدة أهل السنة والجماعة كما يقال كان يقارن كما سبقا قلنا يأتي ببيان هذه الأقيدة السنية مقارنة بعقيدة الأشعر أو الأتزال فهذه الناحية في الشيخ الأمين تأثيرها كان فيها كبيرا جدا جدا رحمه الله هذه الناحية ومن النعبية ومن النعبية ونعبية أخرى في الشيخ الأمين أنه كان جامعا من العلوم جمعا يندر مثله ويدل على ذلك أن الشيخ الثاني من شنوخ الملازم ومحمد المختار ابن أحبال بزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي كان في باب الكومة أيضا وكما أن الشيخ الأمين كان في باب الكومة الشيخ المختار هذا كنت أقرأ عليه في مختصر خليل قرأت عليه مختصر الخليل إلى باب الزكاة آمين فتوفي رحمه الله آمين ففي يوم من الأيام شرح لي عبارة في المختصر ثم قال لي هذا قول المالكية من مختصر الخليل لكن في نفسي منه شيء يقول كذا المختار قال في نفسي منه شيء ثم سكت ثم قال لي وكان محمد الأمين في مثل هذه المسائل لا يشق له فيها غبار ثم أردف قائلا لأن الأمين كان في ثلاثة فنون لا تناقش فيها في مسألة من مسائلها إذا كانت مسألة خلافية أو هكذا لا تناقش فيها إذا قال قولا فيها فسلم له قوله في تلك المسرة الخلافية هذا كلام المختار ما هي الفنون شيخ ذكر لك يا أيضا ذكر فقال أولا العربية وثانيا الفقه وثالثا أصول الفقه هذه ثلاثة نص عليها المختار نصا في بيته في باب الكوبة رأيت قال لا تسأل إذا حصل خلاف في مسألة من أحد هذه الفنون وقال الشيخ الأمين في هذه المسألة بشيء فسلم له وهذا في إشارة إلى أن الأمين كان يعترف المختار بما له من هذا أن تبحر في العلوم غير وهكذا ومن آية أخرى كان الشيخ الأمين من جهة الحفظ ذمتياز يقال كذا صاحب امتياز كان ذمتياز في الحفظ ولذلك كان في تفسيره يقرأ أو يشرح أو يفسر كأنه يقرأ في كتاب والكتاب يده أو يغترف من عباب هو من حفظه من حفظه نعم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول كنت إذا حضرت مجلس الأمينة ترجمة الشيخ الأمينة نعم وكذلك نعم رأيت إذا فهذا من النواحي أي هذه ناحية الثانية يمتاز بها أو من النواحي التي يمتاز بها الشيخ الأمين كنت العبادة شيخ الأمينة وأما في العبادة أو كما يقال في العبادة فإن الشيخ الأمينة كان متقشفا لا تقشف تصوف التقشف كان يأب الدنيا وقد أتته راغمة أنفها لا يحب الدنيا يقال لا يحب الدنيا هذا يدل على زهده يدل على زهده فكان ذا زهد يظهر في أحواله في لباسه أي مسألة أخرى اللباس أقول كان ذا زهد ذا زهد رأيت مع أنه أخيرا في هذه البلاد كانت له منزلة عند الحكام المسؤولين في البلد وهم أنالوه أو أرادوا له كل ما يريد من هذه الدنيا لكن ما اتجه إلى هذه الدنيا اتجاها حاكذا رأيت وكان داخلهم أيضا لأنهم لما رأوا منه علم وهذا داخلهم وطلبوه فداخلهم وكان في وظائفهم في بعض الوظائف الكبار لأنه كان عضوا في مجلس الرابطة وعضوا في مجلس الجامعة وحاكرا الرابطة تذكرها تماما فكان الشيخ مع كل هذا كان يزهد في الدنيا ومن زهده ومن تقواه أنه لما جاء أحد الهكام البلوك إلى المدينة لزائرا من الجامعة الإسلامية وهو الملك فيصل رحمه الله لما أعدوا استعداده في الجامعة وكان الشيخ كبير المدرسين في كل الشريعة فجاء الملك ووراءه الدنيا عسب العادة في مثل هذه الأحوال ودخلوا ووضعوا الإدارة ووضعت الشيخ يشرح يشرح لأنه كان يدرس ما دلتين التفسير وأصول الفقه فكان يشرح كتابا لعله هذا كتاب هذا العالم الحنبلي في أصول الفقه هذا الكتاب في أصول الفقه روضة 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 الناظر والجنة المناظر كان يشرح هذا الكتاب فدخلوا ودخل الملك فلما وقف وكان وراءه مصور فعراد هذا المصور أن يأخذ لقطة تذكارية كما يقولون نعم فوجه كاميرا أو الكاميرا إلى الشيخ ليصوره فإذا بالشيخ يقول لا لا تصورنا هنا التصور عندنا حرام نهر في قاة الدرس نحن في قاة التصوير والملك يسمى فإذا بالملك بالملك يقول للمصور خليها لا تصورت لا تصور لا لا وهذا من يعني من عبادة الشيخ أو من تقواه أو من سلوكه مع مثل هؤلاء نعم رائد فهذه أمور في الشيخ تجده هكذا له مواقف أو له ما يدل على أنه كان زاهر وكان دقيا هلا بكم بحق نعم نعم الشيخ محمد وبعده أيها دقيقة أحمق نعم شكرا شكرا شكرا